وما في شك أنا أعتقد أنه على مدار الأسبوع كانت الارتفاعات إيجابية سواء على مستوى المؤشرة وحتى على مستوى بعض الأسهم كإنديفجول وهذا طبعا يعود لعدة أسباب السبب الأول أول حاجة أخ محمد كما تلاحظ أن السيولة عادت إلى زخم جيد وبدأت تحافظ على سبع مليار صحيح ثلاث جلسات متتالية نعم القطاعات الخفيفة والمؤثرة في السوق والتي تؤثر من ناحية الأسهم كأسهم وليست كمؤشر نسبة التذبذب لا زالت فيها عالية وهذا تعطي مساحة كبيرة لعملية التحرك للمتاجرين أو المضاربين وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع مؤشرين مهمين هو مؤشر حجم عدد الأصفقات وعدد الأسهم المتداولة وهذا أعتقد هو رابط آخر مهم الرابط الثالث هذا من وجهة نظري هو أن السوق استطاع الحقيقة العبور بعض المناطق في المؤشر النفسية والتي كانت تؤثر ولكن أعتقد السبعة الآلاف هي نقطة تحول ستكون مهمة جدا وهذا ما نلاحظ أنه اليوم السوق لم يستطع أكثر من تحقيق أربعة عشر نقطة نقطة طبعا يمكن باقي دقيقة أو دقيقتين على أقفال إذا لم يكن أقفال أعتقد أنه يستطيع إذا لا أعتقد أنه يستطيع أن نتجاوز العشرين نقطة ولكن دعنا نرى الأسبوع الآخر قبل طبعا بداية الإجازة وقبل انشغال كثير من المتداولين بالعشر أو آخر من شهر رمضان هل تعتقد أن هذا سيعكس الصورة الإيجابية التي رأيناها اليوم أو على مدار الأسبوع عفوا لا في شك أنا أعتقد أنه لأنه تبدأ الإجازة بالنسبة للدولة تبدأ دخول العشر الأواخر الكريمة والذي ارتبط كثير من التداولين فيها بمناسك معينة يبدأ الاستعداد للعيد وحجم الالتزامات والسفر فهذا ما في شك ستكون ذات تأثير إذا لم تكن ذات تأثير معنوي ستكون ذات تأثير نفسي لأنه كثير من صغار وهذا أهم شيء من صغار المتداولين سيخرج في هذه الفترة نعم طيب فيما يتعلق بمستقبل التداولات بالنسبة لما بعد رمضان هل تتوقع أن يكون هناك تغير في الوتيرة التي نراها طبعا هذا بالأخذ بالاعتبار طبعا التغير في الأوضاع بالنسبة للأسواق العالمية لكن هل تعتقد أنه سيكون هناك اختلاف كبير في الصورة أخي محمد أنا أعتقد لو استطعنا أن نحيد أقل حاجة في حديثنا الاعتبارات الخارجية والذي وجدنا التأثيراتها في الفترة السابقة نعم أنا أعتقد أن العودة ستكون جيدة وخاصة إذا استطاع المؤشر أن يقفل في نهاية فترات التداول أو في نهاية قبل الإجازة فوق السبعة الآلاف ولو حتى نفسيا بعدد بسيط جدا بالإضافة إلى أن هذه الفترة أنا أعتقد من الفترات التنشيط التجاري القوي لبعض المجالات لبعض الشركات في سوق الأسهم وهي خاصة زي الاتصالات زي المواد الغذائية زي السياحة والفنادق لأن طبعا هي موسم عمراء موسم تنقل وبالتالي هذا سينعكس على توقعات الربع الثالث فبالتالي نعم ستكون فترة محفزة أنا أعتقد الانتقال إلى الفترة إذا حيّدنا مرة أخرى العوامل الخارجية ولا نستطيع أن نحيّد طبعا العوامل الخارجية ولكن من ناحية نظرية وناحية تحليلية ممكن أن نقول هذا كذلك أنا أعتقد أن العامل السياسي الذي يحيط بالمنطقة هو سيكون ذات التأثير الأكبر وسنرى ماذا سيحدث فيه نعم طيب أعود مرة أخرى للسوق فيما تعلق بدار الأركان تحديدا اليوم مرة أخرى صفقة خاصة نفذت على السهم بـ 882 ألف سهم هي طبعا ليست بالأحجام الكبيرة التي كنا نراها من قبل لكن تعود مرة أخرى الصفقات نفذت على سعب 9 ريال بقيمة 7 ملايين وتسعمائة ألف ريال هذه الصفقات ألا تعتقد أنه قد يكون لها معاني معينة بطريقة ما أو بأخرى كان بعض المحللين يطالب أنه يجب أن نعرف ما هي أسباب هذه الصفقات ما رأيك في هذا الموضوع بالذاته والله هو الملاحظ طبعا أنا أعتقد مع ما حصل في السوق خلال الفترة الذي أشرنا إليها هو أنه عادت الصفقات إلى الواجهة وهذا شيء أنا أعتقد جيد أو يعطينا فكرة أنه هناك بدأت مراكز لبعض المحافظة تعود يعني أنا أعتقد شاهدنا هذا في الفنادق شاهدناه في بجت الآن نشاهده في دار الأركان حتى في السعودية للتمويل وهي سهم حديث فأعتقد هذه نظرة أخرى تجعل أن السوق ليس هو سوق مضاربي بحث كما يتصور الكثير ولو أنه يأخذ هذا الزخم سواء كان زخم إعلامي أو حتى زخم نتيجة للتركيز على الشركات اللي قلنا لديها مساحة من التذبذب وهي في قطاع التأمين لكن النظرة الأخرى وهي عملية الصفقات وعملية تحرك البحافظ في هذه الشركات أنا أعتقد تعطينا وجهة نظر أخرى وهي أن هناك كبان وجهة نظر استثمارية قد لا تعتمد فقط على الصناديق السيادية والتي أقصد فيها صندوق التأمينات الاجتماعية والتقاعد وصندوق الاستثمارات بل أنا أعتقد بعض أصحاب المحافظة الكبيرة نعم طيب فيما نتعلق بالوضع بالنسبة لقطاعات معينة كان عليها مضاربات يعني نعود مرة أخرى للنظرة المستقبلية رأينا نشاط واضح جدا على معاليات المضاربة في ظل هذه الحالة الإيجابية على قطاع التأمين هل تعتقد أنه في خلال الفترة المتبقية أنت ذكرت أن أسبوع المقبل قد نرى حال من الهدوء هذه القطاعات ستعاني من جني أرباح برأيك نعم أنا أعتقد كثير من هذه بدأت تقترب إلى عملية لا أقول قيمتها العادلة لأنه لا يصعب أن تحدد القيمة العادلة لأنه إخذنا قطاع التأمين وصد محمد كمجموعة ونظرنا إلى الأرباح الذي حققها في النصف الأول لا تتعدى 140 مليون نتكلم عن 30 شركة لكن الأسعار نتيجة لعملية التبادل الذي يتبع عليها نتيجة أنه لو تبعت ما يكتب على تويتر أو التعليقات الموجودة وهو دائما التتابع وإلى أين ستصل هذه الأسعار فأعتقد البعض منها وصل إلى جني أرباح أو إلى الخروج كما يسميه الأخوان المتداولون على الفضاء الخارجي أنه خلاص هم أخذوا العيدية وبدأوا حتى البعض منهم يأخذ مصاريف المدارس القادمة فعليا أن يحتفظ بها قبل أن تسيح أو تبدأ تتهرب ترجمة نانسي قنقر